اشتركوا في القناة من جماعة صيدي بليوت لكل كيعرفها نغيزلان عند 30 عام تزوجت على صنة الله ورسوله الزوج له رأي آخر كان معها في ديور ديال استفادة يمشاركها معاه خدام عندها الشيك قالها باي باي الإجراءات القانونية اللي كدار في هذا الموضوع أنهم يخلصوا يخلصوا واحد المبلغ وينتقلوا باش يتسلموا من بعد هي خرجت من الدار يسلموا المنازل أي للسقوط كما قال ديالا هو اباها مشارت عند اباها اسكنات عنده خمس سنوات والبرح تزوج قال له هزي والدك عنده عام ونص وصيدة الزنقة شوفوا معي القصة شوفوا معي القصة غزلان لا بس لا بس الحمد لله أعطي لي متبعاني اه الناس قالوا لك أخذت من عنده مراقم ديال ومتلت لي في هذا الليل ومتلت في هذا الخلاق اه وكتبكي أوليدك ناس عاود لي الله يسترع لك هذا الرجل عاودت الأمور اللي قلت لي اخذ الشيء قال لك تزنقها مشيت عند اباك 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 تزوج والبرح يعني مرتو ما بغيت ليش قلت لك صافي عندي جوجو جوجو أخوتي وقالي الثالثة قلت لك قل يا بابا صافي أنا شديتكم فشكتو صغار طلقت ماماكم وخلاتكم أنا ملي كبرتو عندي دبا ولتو كأي أنا الجوج خليني نعيش حياتي تأنا ومشينا بحالاتنا زيت والدي ومشيت بحالاتي يعني ما هلديت فيه نبشي أنا وجوجو ولدات أنا بنتي عنده بنتي دبا خدها خمس سنين وهذا الولد عنده دبا حامينونس أنا كنت واجدت في الزنقة أنا مبغيت شو هالو أنا مبغيتش نبقى في الزنقة صافي أنا مشي نخدم على أولادي ونجعل أي حاجة بغيته أنا غير ما نضيح شو وضيع عودة بنتي كفين كينة دابة بنتك أنا أعطيتها دبا غير لماما ماما بجوجة براجل آخر ممكنش غير شدنا قلت لها شدي يا بنتي سنشوف إنك في الغمشي نعيش أنا أولادي ونجيد ناخدها يعني أنا في الزنقة مبغيتش شو داعي مبغيتش نضيع عنا ومبغيتش يدعني وليداتي لي وما في الزنقة دبا حالياً وإذن الولد مريد لي بالبرد وشوفوا فيها بسابي الله كيف حالياً؟ أنا ثلاثة يام وأنا هلناية من هيك توصلت لبقيتك نخرج للشارع لها باش مليش الدونيج ونتي حرفت هذه بلاصة خيبة بزال هنا حياتش قريبة لدر فين كتمجوجة فين كانوا أعطوني استفادة قلت ما يدوا معي التحد بما عيت ليوسف والناس اللي غيرت عاونه معايا ونشوف الإخوان داخل المغرب وخالج المغرب الله رحم لكم الواهل يدين أنا ما بغيت واهلو بغيت غيفين هايشة دراني ونخدم عليهم بكتافي الحمد لله باقة صغيرة أمك عنده شي ولاد؟ مع الراجلة تجوجت بها؟ آآ عنده عنده واحد عنده ولد واحد عنده دباق يعرفك أنت بيت في الزنقة؟ أنا ماما ما نشدنيش حياتش رجل ماما خيبة ومك يسكنوش هناك يسكنو ببسكورة ماشي الناية وعنده أباك من قتلك مرته وقتلك الزنقة؟ هو ما عنده تجاوب في هذا الشيء؟ بابا ما عنده تجاوب حياتش بابا غير كاري يعني غير في دار الكراه تدار دار الكراه وتجوج عنده 56 عام عاد تجوج دابا وتلتي ايام هادي اللي تجوجه شحال عنده من عام؟ ما عرفتش أنا شحال عنده من عام؟ أنا ما عرفتش أنك مني جابا كدرت تتلقى بيهوه؟ هو من عائلتها من عائلت بابا من عائلت بابا يعني كنت عرفي أنتي؟ اه من عائلت بابا كنا حرفها أناية ولكن ما بغادش لي ولاده يعني بغاد تعيش هيو وياه وقال لك بابا أنا معندي منديل لكم أنا شوفوا الناس كتاونوا معاكم شوفوا أخوتي تعموا خرجوا أنا خرجت أنا شليكاين مستعلكم تشي حاجة هنا البرد هنا والدريري ناس في الأرض ما عرفش اشنو عندي ردابة كنت لب من الناس يشوفوا في حالتي وكنت لب من الله سبحانه وتعالى وكنت لب منكم الإخوان ديالي تعاونوا معي مهم مبقاش غير في الزلقة باش منتعرنش لغتيصة بأله وهادراري وعندي بنت شكتلة فيها عندها خمس سنين يعني أنا حالياً عندي نجومة والله سبحانه وتعالى ما عندي أحد ما يرحم ذلك الوالدين شوفوا لي شوفوا وجلات الوليدات أنا نخدم ندير أي حاجة غير ما نبقاش في الزلقة باش نكون مؤمنة على وليداتي غير نقلص غير في أي بلاسة كما كان هدوخة غير في ما هو يبنسد عني أنا وليداتي ما نبقاش في الزلقة والنود نخدم عليهم بقى صغيرة هدا الراجل هدا مني خدالك الشيك وانتي دخلا معالك الدار استيفادة وصيفتك في حالك مش كي يدير هو دابا؟ دابا هو مشدود علاش؟ علاق بالخيانة الزوجية جوجد مرات سامحت لي أنه باللولة وأنه بتاني دابا هو مشدود ماذا لي كي يعني راجل ديالي أنا أصلا منيحني منش حال هدي عند بابا وبابا مسكين خدام غير كستال في الحمام ولي كي يجي بليه من ناكل أنا وليداتي يا ركرة مسكين ميل حكش وبالطارقة دي في الزنقة دابا ما فهمتش أنا ما عندوش كيفاش يدير لي يا بابا والو لي حاكم هذه الإخدات والبارح ما عندوش كيف صافي قاتلي كلمة واحدة خاصة تطبق هذه الكلمة وصافة يعني بابا كي يبكي ويقول يما عندي مندل لكم أنا يشوفوا الناس اللي يتحونوا معاكم وانتي مدال لا رايشة عونوا معاك الناس عندك ولدات أما أخوتك رجلت عليهم ما عرفش ما هو المصر ديالهم يعني بغايت جوج قصة غريبة والله في الله يفرجع لك يا ربي مشاهدنا الكرام كما تبعتو معنا إشكالية كوبرة في هذه القصة هذه الشابات تتعاني من جميع الاتجاهات المآل ديالها هو هات الجرد اللي شيئا ما كما قلتو في السابق بغ أرى سوداء كي يكون فيها الإجرام لو لا جهودات صراحة ديال تدخل الأمن اللي كي يحاولوا ما أمكان أنهم يحتويوا للإزمة فيما يخص بعض النقط اللي كتطح في هذه المنطقة هاتي اللي شيئا ما فيها نوع من الإجرام مشاهدين الكرام رجعوا لموضوع هات الشابة ما طفرات ولا مع الراجل علامة استفهام في هذا الأب تزوجتي والبارح وهذا الطرف ديال الكبده مسكين المآل دياله وعنده جوج ديال الوليدات هو سبب تصدع العائلي كان من الزوج والزوجة من التفارقه هي تزوجات وهو تزوج هي دارتولاد وهو يلا تزوج والبارح والمآل دياله تشابة ثلاثين سنة الى ماتا الى ماتا الى ماتا غتبقى فهذا الوضع مشاهدين الكرام تنطلبوا المغاربة يا ربي اننا نعونوا هذه البنت اللي يقدر انا غنحول ما امكن غتنوضعوا رقم الهاتف دياله ويا ربي الله العادي من هذا القصة ما عفتش ما عفتش القيمة في الغرابة ما عنده تباب الام عنده عائلة الاب عنده عائلة الزوج في السجن خيانة زوجية وهي المآل دياله هي هذا الجرده هذي والريسك هنا يول ما شاء الله مشاهدين الكرام انا غنوضع رقم هاتف ديالغزلان والله عز وجل ولك يخلص المحسنين كل ما نساعده او ساهمه باش يحتضم هاد السيدة والولية دياله فهذه الضرفية المؤقتة بعدها ها رأيتها ما يدي الله تهوة الخير مشاهدين الكرام انا غادي نستمر معها شوية ما رباني نجيب الله تعالى شي حل تعليق المواطعين شكرا لكم